بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وآله مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء المفتوح الذي تجتمع فيه هذه العقول لكلام عن موضوع من الموضوعات وموضوعنا اللغة التفاؤل في وقت الأزمات وكنت قد ضربت مثلا لمثل هذه اللقاءات المفتوحة التي الأصل أن يشارك فيها الذي يقدم المحاضرة أو يفتتحها ثم بعد ذلك يشاركنا من كان معنا بالحضرة وأضرب مثلا آخر حتى لا أكرر المثال السابق فمثل من يلقي في أول كلاما كمثل من يضع حجر أساس ثم بعد ذلك يأتي الآخرون فيكملون البناء فهذا هو مثلي ومثلكم في هذا اللقاء الذي موضوعه التفاؤل ولعله من الجيد والحسن أن أستفتح هذا اللقاء بقول الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله فانظروا كيف شبهت الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي تواطى المفسرون على أن المقصود بها ها هنا هي النخلة وأخبر أن أصلها ثابت وكذلك الكلمة الطيبة حينما تقع على القلب يكون لها أثر ثابت وأيضا أخبر أن أصلها ثابت وأن فرعها في السماء وأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وذلك هو ثمرة هذه الشجرة وثمرة الكلمة الطيبة هي التي نتحدث عنها اليوم وكذلك الكلمة السيئة أو الكلمة الخبيثة أو القبيحة لها أثر قبيح ولها أثر أيضا سيئ مثلها كمثل شجرة دثت من فوق الأرض ما لها من قرار فربما كانت هذه الكلمة مدمرة كما سيأتينا ونحن نعرف هذا واقعا وعلما وشرعا نعرف أن الكلمة الطيبة لها أثرها الحميد وأن الكلمة السيئة لها أثرها المذموم والقبيح ولهذا أمرنا المولى سبحانه وتعالى التي هي أحسن فقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وذلك أن الشيطان يشتغل على مثل هذه الأشياء في التحريش بين الناس كما جاء في الحديث أن الشيطان يأس من أن يعبد في جزيرة العرب ولكنه لم يأس من التحريش بين الناس فينزغ بين الناس في هذه الكلمات عليها ويقبحها ويكبرها حتى تكون كالجبل أعني الكلمة الخبيثة والكلمة الحسنة يدعوها وهذا فعل الشيطان فقال الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وأمر الله بني إسرائيل أيضا أن يقولوا للناس حسنا وهذا الأمر لهم ولغيرهم فقال وقولوا للناس حسنا حسنا وفي قراءة وقولوا للناس حسنا أي قولوا للناس قولا حسنا وأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يقولوا قولا سديدا وجعل ذلك سببا لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب هذا مع التقوى فقال سبحانه في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فانظر كيف جعل صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب ناتجا عن التقوى وعن القول السديد ولا شك أن الكلمة الطيبة من القول السديد وقال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل يرفعه ولأمر ما أخبرنا المولى سبحانه وتعالى أن من على أهل الجنة أنهم يهدون إلى القول الطيب إلى طيب القول فقال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وأخبر سبحانه وتعالى يسمعون فيها أي في الجنة لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وذلك أن من النعيم أن يسمع الإنسان الكلمة الطيبة الحسنة التي تسمع أذنه ثم بعد ذلك تسري إلى قلبه فيكون لها في بعض أثر السحر وقال أيضا في آية أخرى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وهذا الأسلوب معروف في البلاغة وهو ما يسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذنب لأن السامعة حين يسمع لا يسمعون فيها لغوا إلا حين يسمع لفظ إلا يترقب أن هناك استثناء هو نقيض ما ذكر في السابق ولكنه يأتي بأسلوب يؤكد ما ذكر أولا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وقال سبحانه لا تسمع فيها لاغية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية أي لاغية امتداء من الكلمة التي ليس لها أثر لا محمود ولا مذموم فهم لا يسمعون من ذلك شيئا إنما يسمعون الطيب من القول وفي قراءة لا يسمع فيها لاغية وفي قراءة لا تسمع فيها لاغية أي كلمة اللاغية فالكلمة الطيب أثر عند الله ولهذا قال سبحانه في سورة فاطر إليه يصعد الكلمة الطيب والصالح يرفعه أي يصعد الكلمة الطيب إلى الله تعالى والله يرفع العمل الصالح أو والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيب فالضمير فيه يرفعه يعود إلى الكلمة الطيب والمعنى أن الإنسان يتكلم بالكلمة الطيبة ولها مكان عند الله تعالى ولكن الذي يرفع الكلمة الطيبة هو ما يصدقها من العمل فهذا هو المعنى الآخر وكل المعنيين صحيح ومن المتقرر لدى المحققين أن إعمال القولين أو الثلاثة أو الأربعة إذا لم تكن متعارضة في الآية هو الأولى وإذا أردنا أن ننتقل إلى تسلية المولى سبحانه وتعالى أو تثبيت المولى سبحانه وتعالى لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمات والشدائد حين كان الكفار يؤذونه وكانوا قد وقفوا منه ذلك للموقف المعاند كان المولى سبحانه وتعالى كما يقص علينا القرآن ينزل على نبيه أخبار الأمم السابقة وأخبار الرسل الذين سبقوه وما لقوه من إيذاء ومن عناد ويقول له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ويقول له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين هذا في سورة هود ويقول في آخرها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك موعظة وذكرى للمؤمنين ويهدئ من روعه ويسليه فيقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أي لا تذهب نفسك وتتفتت أسفا وحزنا على هؤلاء الذين ضلوا وعاندوا إن الله عليم بما يصنعون وقال له في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي لعلك مهلك نفسك على آثارهم أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث وقال في سورة الشعراء لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين أي بأن لا يكونوا مؤمنين وهكذا آيات كثيرة ونصوص كثيرة في تثبيت الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الشدائد ومن ذلك قوله سبحانه في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وكان في نزول القرآن في حد ذاته تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم سواء هنا كان في الإخبار بقصص السابقين أم كان في الأحكام أم كان في غير ذلك لما في القرآن من شفاء ولطف والتفاؤل أيها الإخوة في اللغة العربية معروف وهو ضد التشاؤم أي التيمن بالكلمة الطيبة الكلمة الحسنة وبأن يتوقع الإنسان الخير أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أيضا في هذا مع نفسه ومع أيضا أصحابه كان على هذا المنوال في التفاؤل وفي محبة الفأل فقد كان النبي ينهى عنها وينأى عنها وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويتفاؤل بالكلمات الطيبة وبالأسماء الطيبة وكان يغير الأسماء التي يكون فيها معنى قبيح أو يكون فيها ثقل أو يكون فيها ما يدل على التشاؤم فغير اسم حزن إلى سهل ولما جاء سهيل بن عمر من مكة وهم في الحديبية وكانوا في مفاوضات مع كفار قريش تفائل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسم وقال فيما معناه لقد سهل وكان عليه الصلاة والسلام يسلي أصحابه ويعيدهم بالخير بخير الدنيا وبخير الآخرة وبكنوز كسرى وقيصر وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا أبا موسى أبا موسى ومعه آخر بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر أما اللغة العربية فلها أيضاً جانب كبير في هذا اللغة العربية هذه الألفاظ وأطلقوها على سبيل التفاؤل عاني كثيرة فمن ذلك أن العرب تسمي القفر أو المهلكة تسميها مفازة تفاؤلاً بأن يفوز الإنسان فيها لا أن يهلك ويسمون الأعمى بصير الحبشية كافوراً والآن لهم عرف آخر في تسمية الأسود ويسمون اليد الشمال اليسرى تفاؤلاً بأن تكون ميسرة لليمنى فيما تحمله أو فيما تأخذه أو فيما تضرب به ونحو ذلك ويسمون المطر رجعاً وجاء في القرآن تسميته بالرجع والسماء ذات الرجع فسموه رجعاً تفاؤلاً بأن يرجع وبأن يعود إليهم كما سموا العيد عيداً تفاؤلاً بأن يعود عليه وربما سموا الغلام حين وإلادته شيبة سموه شيبة تفاؤلاً بأن يبلغ مبلغ الشيب وأن يكون شيبة طاعناً في السن أو كبيراً في السن كما أن أنهم أيضاً سموا أو أطلقوا على المرأة الشابة عجوزاً وكلمة وكلمة عجوز في مرات كثيرة وكما ذكر أهل اللغة لها أكثر من مئة معنى لها مئة معنى ومعنيان ومن ذلك المرأة الكبيرة في السن والمرأة الشابة والشاهد هنا في إطلاقهم العجوز على المرأة الشابة تفاؤلاً بأن تبلغ مبلغ العجائز الطاعنات في السن أن العرب أنهم يكنون الغلام وهو صغير تفاؤلاً بأن يكبر وأن يتزوج وأن يولد له ويسمون هذا أبا بكر ويسمون هذا أبا عمير وهذا أبا عمر ويكثرون من أبي عامر وأبي عمر وليعمر وليعمر أيضاً المجتمع ومن العجيب أنني وجدت أيضاً في بعض الكتب ولم أبحث هذا في كتب اللغة ولكن وجدت من ينسب إلى العرب أنهم يسمون الطاعون مباركاً يسمون الطاعون الذي هو المرض الوباء هذا الوباء الذي تلي به العالم الآن هو نوع من أنواع الطواعين فكانوا يسمونه مباركاً كل ذلك على سبيل التفاؤل كانوا يتفاؤلون أيضاً بالأسماء القوية في ذواتهم أو يسمون طبعاً هذا لا يدل على أنهم كانوا على صواب في هذا ولكنهم كانوا أيضاً يفعلون هذا على سبيل التفاؤل لكن المتفاؤل قد يخطئ وقد يصيب فكانوا يسمون فلاناً ظالماً وهذه ثقافتهم يعني من لا يظلم الناس يظلم في في اعتقادهم يسمونه ظالماً أو قاصطاً والقاصط من قصط بمعنى ظلم ويسمون الرجل كل ذلك تفاؤلاً بأن يكون شرساً على الأعداء وأن يكون ظالماً للأعداء كل للأعداء تفاؤلاً من جهة أخرى يعني يفعلون هذا تفاؤلاً على معنى آخر لكنهم يسمون غلمانهم يساراً ورباحاً ونجيحاً ونافعاً ونحو ذلك وسئل أحدهم أنتم تحسنون يعني تختارون الأسماء القاسية لذواتكم وتختارون الأسماء الرقيقة لمواليكم فقالوا نحن نسمي أبناءنا لأعدائنا نسميه صخراً وكلباً وظالماً وقاصطاً ونحو ذلك هذا للأعداء حتى يهابهم الأعداء هذا سوف يجرئ العدو عليه الإسم له أثر وأما الموالي فإننا نسميهم لنا إذن الجواب كان جوابه نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي موالينا لنا وما زال الناس في موضوع التسمية إلى الآن يختارون الأسماء التي يتفائلون بها تجد أحياناً بيتاً كاملاً هذا عوض وهذا عائض وهذا معوض وهذا عيضة وهذا معيضة وهذا عوض الله كلهم في هذا العوض خاصة إذا كانوا قد فقدوا عزيزاً ولشدة الحاجة إلى المطر تجد أيضاً من يسمي يعني أعرف عائلة في المدينة فيهم ثلاثة أسماء فيهم ماطر ومطر ومطيرة وتجد مطران وهكذا بسبب الحاجة إلى المطر لأن الماء هو الحياة كما نعلم ويسمون مرزوقاً ورزيقاً وعبد الرزاق وعبد المعطي وبعضهم يعني يخطي فيقول عبد العاطي والجواد ونحو ذلك وعبد الكريم تفاؤلاً وجاء في الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام لما فيها أيضاً من معنى ومن تفاؤل يدل على الحرث وعلى الهمة وجاء في قول الشاعر وسمى يحيا ليحيا رجل كان له غلام فسماه يحيا ليحيا ولكنه مات وعبر عن هذا بهذا البيت فقال وسميته يحيا ليحيا فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيل فالأسماء قد تصدق التفاؤل الذي يكون في نفس الإنسان وقد لا تصدق ذلك وربك لهم الخير جل شأن ويقول أهل الحكمة من نظر بعين التفاؤل وجد كل شيء في الكون جميلاً لأن عينه حلو كما يقولون عينه جميل وهو ينظر بعين التفاؤل والعكس كما عبر عنه الشاعر وقد أحسن والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئاً جميلاً ولذلك الإنسان إذا كان في اكتئاب أو كانت الصحة عنده ليست مستقيمة فإنه لا يرى الأشياء الجميلة التي يراها السعيد جميلة ولهذا قالوا بين الصحة والسعادة شبه كلي بينهما شبه من أحسن العبارات التي قرأتها لبعض العلماء أن الفأل يكفيه شرفاً الفأل يكفي الفأل شرفاً أو منزلة ومكانة أن المتفائل يحسن الظن بالخالق سبحانه يعني الفأل هو حسن ظن بالله تعالى قعوه قع الإنسان الخير ويأمل الخير هو حسن ظن بالله تعالى لأن الخالق سبحانه هو المدبر وهو خالق الخير وخالق الشر وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يشاء ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو خساب كل ذلك شاهد كل ما ذكرناه شاهد على أن للغة والكلام أثراً عظيماً على السامع لاسيما الحساسين فالإنسان الحساس وأكثر الناس الآن حساسون يعني كما يقال كلمة توديه كلمة تجيبه فالكلمة على الإنسان من حيث الجملة وعلى الحساس من حيث الخصوص لها أثر عظيم جداً وربما سمع الإنسان كلمة حسنة ففعلت في نفسه فعل السحر وبقي يومه نشيطاً ومنتعشاً والعكس أيضاً ربما يسمع الإنسان الكلمة السيئة فتحرمه من النوم بل ربما أمرضته وربما صرعته وربما قتلته وكم في المقابر من أناس ماتوا بسبب كلمة بلا دية ولا قود ذهبوا ولهذا قلت ربا في مقال ربا كلمة أدخلت سامعها قصراً وربا كلمة أدخلت سامعها قبراً ومن ثم قالوا وجرح اللسان كجرح اليد بل قالوا جرح اللسان أعظم من جرح اللسان أو جرح طبعاً الجرح والمصدر والجرح الاسم أعظم من جرح السنان الرمح ومن شعر الحكمة جراحات اللسان لها التآم ولا يلتام ما جرح اللسان والقصد أن الكلمة الطيبة لها أثر يتداوى به وتحل بها المشكلات ونحن نعلم أن بعض الذين لديهم بعض الصعوبات في النطق لهم أو ينشد لهم أو يسمعون الكلام الطيب بصوت حسن هذا الذي عندهم بكوء في اللسان عندهم صعوبة في النطق لكنهم يسمعون أما الأبكم عادة لا يسمع لكن هذا لمن كان عنده تعثر وهو يسمع فهذا يداويه الصوت الحسن والكلمة الطيبة والعكس أيضا ولكل مقام مقال وقرأت لابن حزم في طوق الحمام أو في غيره نسيت أن رجلا كان قد أصيب بالفالج يعني مشلول وجاء له بكل طبيب وكان من من الذوات يعني من أصحاب الجاه والشأن وكان سيدا في قومه فلم ينفع فيه طب الأطباء فأوصى أحدهم بأن يستفز هذا الرجل المريض وبأن ينال من عرضه أمامه بالكلام فجئ بإنسان ودخل عليه وسبه وشتمه وتكلم في عرضه وتكلم في خلقه فلم يجد نفسه إلا وهو واقف وهذا ممكن وذلك كله من أثر الكلمة عموما الآن الكلمة هنا وإن كانت سيئة لكن هي مثل الدواء المر جاء بها في هذا المقام فقام هذا لينتصر لنفسه ولينتقم لأنه يعني وتولد ولعله جرى الدم هذا علميا يمكن أن يوجه وليس ببعيد خاصة أن ابن حزم فيما يحكيه إذا كان ذلك في الطوق لا يحكي إلا أخبارا وقعت له أو لبعض أصحابه أو حدثه به بذلك الثقة ولا يحدث عن العراب الأشياء التي لها أساند مطولة و قلت مرة لأحد الطاعنين في السن وأظنه كان قد جاوز الثمانين قلت له لعلك جاوزت الخمسين ففرح جدا بهذه الكلمة على أنه قد ضحك منها وهو يعلم أنه قد جاوز ذلك و يعلم أنها أيضا ربما تكون مجاملة لكن لها كان لها أثر كبير ولهذا ليس من الذوق أن الإنسان إذا رأى الكبير أو رأى المريض يقول له أنت أنا لقيتك قبل سنة وتغيرت علينا الآن وكنت شابا فأصبحت شيخا وكنت كذا ويظهر على لونك كذا وعلى وجهك كذا ولماذا وأيضا الاندهاش أيضا إظهار الدهشة من التغير الذي حصل له هذا ليس من الذوق والذوق أن يقول الإنسان ها هنا يعني كلاما حسنا أو يسكت لأن الناس أيضا تؤثر فيهم مثل هذه الكلمات يرى الناس الآن ما هم مثل أول الآن الناس يعني يتأثرون وأصبحنا مدلعين أو مدللين كما يقال وأنا أظن أن مثل هذا ليس فقط في هذا العصر يعني هو موجود أيضا في السابقين التحسس من الكلام حتى لا نهدم ما وأنا قرأت الشيخة أيضا الشيخ علي الطنطاو يكتب عن نفسه أنه كان يذهب كثيرا إلى الطبيب عنده وهم فيذهب إلى الطبيب فيكشف عليه الطبيب وعلى القلب وعلى الأول فيقول له أنت ليس بك يعني حتى تعجب من كثرة ترداده عليه أنت ما عندك شيء لماذا تأتي قال أنا أريد أن أسمع هذه الكلمة أنت ما عندك شيء فقط ولهذا الموسوسون الذين عندهم الوسواس القهري يهرعون إلى الأطباء والأشيخ أيضا يتصلون بهم قد يكون عنده وسواس قهري في الطهارة أو في الذات الإلهية أو في الطلاق أو في أي شيء من يعني استقبل مثل هذه الاتصالات يدرك هذا جيدا يريدنا أن يسمعوا كلمة واحدة وهذه الكلمة الواحدة هي جرعة تنفعهم يوما 24 ساعة ثم بعد ذلك يعود ويتصر عليك ويسألك ويريد أن يسمع لكلمة لا تلتفت يعني هذه الكلمة ليس لها أثر ما حصل في نفسك من طلاق هذا لا يعتبر وما حصل أيضا من وسواس في أمر الطهر لا تلتفت إليه أنت تطهر تصلي صلاتك صحيحة فهو يريد كلمة لا تلتفت والنفوس يعني في هذا تختلف وإنك لا تجد أخوين شقيقين أخوين شقيقين هذا مثال أريد أن أضرب به على مثلا للمتحسسين وغير المتحسسين وأيضا لأصحاب النفوس القوية وأصحاب النفوس الضعيبة وأنا أعرف هذا شخصيا أعرف أكثر من حالة أخوان شقيقان أحدهما متفائل الدنيا لا تسعوه وقوي النفس رابط الجأش محتدم الخاطر وآخر دائما يشكو من العلل ومن الواقع ومنها لأنه أوهم نفسه بهذا الأمر فهذا يصدق عليه قول إليا أبو ماضي أيها الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا هذا أيضا يذكروني ببيت لشوقي يقول فيه ولتعلمن إذا السنون تتابعت أن التشكي كان قبل أوانه فقد يتشكى الآن الإنسان من أوهام ومن أشياء صغيرة ثم بعد ذلك حينما يعلم الجد وتأتيه هذه الأشياء حقيقة يعلم أن التشكي كان قبل أوانه وأريد أن أسمع منكم لأن هذا اللقاء لقاء تشاركي لكن أختم به أن أذكر بأننا في هذه الأزمة وبعضهم يقول الأزمة وهي وباء كورونا شاهدنا كيف كان لأسلوب التفاؤل وللكلمة الطيبة كان لذلك كله أثر طيب وأعني به الأسلوب وأعني بالأسلوب ذكرته أو بما ذكرت يعني ما كان قولا أو كان عملا وقد كان للقرارات الحكيمة الصارمة التي فيها حزم وفيها احتياط وفيها حذر وفيها أيضا وعد وفيها كفالة أيضا لمن وتعهد بالعلاج والرعاية والعناية المملكة كان لذلك أيضا أثر طيب جدا على النفوس ولهذا ضربت المملكة مثلا شرودا في هذا وكانت الوفيات بنسبة قليلة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يوفقنا للقول الحسن وللقول الطيب وأن يهدينا إلى ذلك وأن يجعلنا ممن يقول القول السديد وأن يوفق إلى ذلك وأترك المجال الآن لكم ولمن أراد أن يعقب أو أن يسأل أو أن يتمم يعني ما ذكرت و إذا كانت يعني نحن الآن نحو المئتين يعني كنت أتكلم بعقل واحد والآن سنتكلم بمئتي عقل فالمجال لكم وال الميكرافون بين أيديكم وحياكم شكر الله لكم وبركة فيكم سعادة الدكتور الدكتور نوال التفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صوت مسموع دكتور نوال أبارك لكم سعادة الدكتور هذا الاختيار اختيار فعلا موفق ونحن أحوج ما نكون لمثل هذا الموضوع مداخرة إضافة لما تفضلتم بسعادة الدكتور عادت بحثا عن لغة واس التي هي وكالة الأنباء السعودية وكيف تناولت هذه القناة طبعا على تويتر كيف تناولت الأخبار والتغريدات لما يخص جائحة كورونا فلاحظت شيئا جميلا أنها فعلا ظاهرة تطابق ما تناولتموه الآن في هذه المحاضرة أنها كانت لغة يغلب عليها التفاؤل والتبشير والإطمئنان للشعب السعودي يعني عندما قمت بعمل موازنة بين لغة واس وبعض الحسابات الأخرى وجدت أنهم كمثال يقولون هذا الوباء القاتل هذا الوباء الخطير هذا الوباء لكن مثل هذه الألفاظ لم أجدها في حساب واس فهذه كانت يعني لغة جميلة وكانت تعتمد أيضا هذه اللغة التفاؤلية التي بعثت الأطمئنان للشعب كانت تعتمد على الجهود التي كانت تبدل في مثل هذه الظروف من الحكومة السعودية فوقفت وقفا على فوائد جدا جميلة في لغة التفاؤل وأنصح الباحثين التوجه لمثل هذه الأبحاث دراسة لغة الإعلام والوقوف على بعض الجوانب سواء ما يعالج هذه المرحلة أو ما يمثل هذه المرحلة فترة كورونا إلى غيره أكرر شكري سعادة الدكتور والمجمع استفدنا منه الكثير وأنا طلبت من طالباتي في مرحلة الماجستير في جامعة الأميرة نورة أنهم يقدمون دراسة لطالبات الجامعة عن هذا المجمع وما هي الجهود التي تبدل جهود عظيمة أشكركم عليها بوركت جهودكم أشكرك الأستاذ الدكتورة نوال في الحقيقة يعني مداخلة وتعقيب مداخلة قيمة جدا وإضافة ممتازة خاصة فيما يتعلق بما ذكرت بعض الكلمات القاسية التي كان يقولها بعضهم بعض المغردين أو بعض حتى الجهات على مستوى رسمي لكن وهي جهة جهة رسمية يواس كانت يعني تعنا بالألفاظ المطمئنة الكلمات الطيبة وحتى وزير الصحة أيضا كلمات مطمئنة أيضا مع بالغ الاحتياط والحذر فجمعوا بين هذا وبين هذا فهذه إضافة سوف نضيفها إذا فرغت أيضا هذه المحاضرة وهي إضافة قيمة شكر الله لك يا دكتور نوال شكرا لكم المداخلة الثانية من الأستاذ سليمان الزائلي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله كيف الصحة الله بارك فيك أهلا وسهلا فاجأتنا بهذه المداخلة تفضل سيد أنا سعيد أنا سعيد جدا بأداء المجمع في ظل نازلة كورونا المجمع كان يستقل للناس وينتظر الناس إليه الآن المجمع يذهب إلى الناس في بيوتهم أنا وجدت المتدافلين والحاضرين معك الآن يعني شارف على المئتين من العلماء والمهتمين باللغة وهذا لا شك يعني نعتقد أنه إنجاز يسجل لكم يسجل لأسرة المجمع فشكرا لكم جزاكم الله خير ونعتقد أنه هذه واحدة من فوائد من فوائد كورونا إذا كان لهذه النازلة فوائد ففعلا يعني هذا فتح جديد أن تصل للناس في رغم أن المجمع لا شك مجمع فضائي لكن نازلة كورونا وسعت دائرة الفضائية في الحديث المفيد في حديث الحديث يعني في مجال اللغة الرحب في مجال اللغة القرآن الآن يستمع إليك يعني كثر من الناس في أسقاع الدنيا فالحمد والشك لله سبحانه و تعالى أكيد من فوائد كورونا يعني أيضا أنه يعني جعلت الناس تلتف حول الأجهزة التي تعنى بمكافحة هذا المرض وتستمع إليها وتنتظر للكلمة الطيبة وأنت بضربت ومثال وزارة الصحة كانت الناس تلتف أمام التلفزيون لسماع ممثل وزارة الصحة ماذا يقول لأنه رجل متفائل يأتي بعبارات فيها أطمينان وفيها تنظيم وهذه العبارات التي يقولها متحدث الدولة الرسمي ضمن السياق العام سياق العمل الحكومي والعمل الرسمي والأداء الميداني اللي احنا شفناها على الطبيعة كانت الدولة فعلا من خلال من خلال الأداء والكلمة الطيبة استطاعت أن تجمع بين عملها الموفق في مكافحة هذا المرض وبين تطمين الناس بينما نرى في مجتمعات أخرى كانوا الناس يمثرون يتخوفون يصابون بالوجل وبالخوف من هذه النازلة أنا أعتقد أنك الله يحفظك أصلت اليوم موضوع عن الكلمة الطيبة ونعم الكلمة الطيبة يعني هي مفتاح العلاقة بين الناس كلما كانت الكلمة طيبة كلما كان تقارب الناس وأصبح يعني يعني يتكامل العمل بينهم نحن أيضا عندك الآن في الجامعة في المسجد نحن نذهب ونبحث للمتحدث الذي يقرب من نفس من خلال عباراته من خلال النص اللي هو يعني أو عباراته أو جملة التي تقرب إلى النفس التمثير لا شك أنه يباعد الناس الآن التي تفضلت فيه تأصيل من القرآن ومن الشعر ومن النثر لهذا الموضوع أنا أعتقد بحثك اليوم بحث مؤصل أفت الناس فيه من الإضافة المهمة للمجمع واللي أعتقد أنه تسجل لكم وليل عاملين في المجمع بكل شكر والتقدير والله يوقفكم ويعنكم ولا شك أن المجمع رغم يعني صغر عمره الزمني إلا أنه فارق ولله الحمد يعني مساحة الأيام وعد الأيام بما عادل سنوات وسنوات من الإنجاز وأني أتعرف أنه الذين يتابعونكم الآن على الشبكة العالمية زادهم عن خمسين وستين مليون إنسان وهذا لشك إقبال على لغة القرآن واهتمام فيها ونعتقد أن المستقبل لغة القرآن لأنه الآن متحدثنا ونتحدثنا عن اللغة العربية وقررنا باللغة وحتى الغربيين يقولون أن المستقبل لغة القرآن بمفرداتها بجملها بفقها الواسع ب استقبال أو بدأ يعني بدأ الناس الآن يتعلموها في أماكن كثيرة من العالم وصبحت يعني هي اللغة الرابعة على مستوى المتحدة شكرا لكم أستاذ الله وفقكم معكم آمين شكرا الله للأستاذ الكبير سليمان الزايدي وهو أستاذ أساتيذ وأمين مجلس يومناء المجمع وهذه الإضافة التي أضافها حقا تستحق الإشادة وتعد إضافة حقيقية لما ذكرنا ناسيا ما ضربه من أمثلة وأنت يا أبا سامي من أسرة المجمع ومن أيضا شارك في تشييد هذا الصرح وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قوانا وكلمتنا لإنجاز ما فيه خدمة سكرا يا أبا سامي المداخلة الثالثة من أستاذ الدكتور حامد الربيعي تفضل دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكر حضرتك على هذه الطرحة الطيبة المبسط الذي يصل يعني إلى العقول والقلوب نعم جزاك الله خيرا إذا كان لي إضافة قضية الأزمات أو ما مر بالعالم كله يعني مر بالأمة من قبل حتى أن أيام النبي صلى الله عليه وسلم عند حادثة أو غزوة الأحزاب وعند حفر الخندق وكانت أزمة عندما تكالبت القبائل على المسلمين في المدينة يريدون أن يعني يخضوا على دعوة الله سبحانه وتعالى فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شارك الصحابة في حفر الخندق وعندما كانت يعني يستصعبون أمرا فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعولة ويضرب ويقول أبشروا فتحت كذا وكان يبشر الصحابة في أشد أوقات الأزمة التي كانوا يعيشون فيها فيقول ما شاء الله لقد رأيت مثلا أبوار وصنعاء يقول أن تطفئت نار الفرس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث روح التفاؤل والأمل في نفوس من؟ المسلمين والصحابة فكان هذا هو ديدا يعني أصحاب هذه الدولة الطيبة المباركة التي يعيش فيها المسلمون هي المملكة العربية السعودية كيف كان الطرح فعلا الأخذ بالأسباب والحضر والتوكل قبل كل ذلك هو التوكل على الله عز وجل هذا ما كنت أود يعني أن أطرحه إن لنا في السابقين لنا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح ما كانوا يبثون الأمل والثقة في الله عز وجل في وقت الأزمات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة سيدنا أبو بكر صديق رضي الله عنه يقول يعني والله لو نظر أحدهم تحت قدمين لرآنا فيقول يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالث فكان ثقة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سوف ينصر يعني ويحفظ هذه الأمة وكذا كان هذا هو جزاك الله خير يعني في طرحك في هذه المحاضرة الطيبة بث الأمل دائما في نفس الناس هو ده اللي يعطيهم روح للاستمرار في هذه الحياة جزاك الله خير نعم شكرا يا دكتور حامد على هذه أيضا الإضافة الجيدة وما ذكرته من تبسير النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق بكنوز كسرى وقيصر وأيضا ما ذكرته من حقيقة التوكل التوكل هو فعلا هو فعل الأسباب والاعتماد على الخالق الواحد الوهاب سبحانه وتعالى هذا هو التوكل حقيقة الذي يجمع بين هذين الأمرين وهو الذي بإذن الله تعالى سرنا عليه وسار عليه المسؤولون في هذه البلاد المباركة شكرا الله لك يا دكتور حامد ربيع وانتظروا الاناخر الأستاذ وسيم العيسى تفضل السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا وسيم جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء وهذا الموضوع المطلوب حاليا خاصة أردت أن أنبه إلى القول تفائلوا بالخير تجيدوه وتفائلوا بالشر تجيدوه بحثت عنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم بل لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر بعض الناس في وقتنا هذا استبدلوا التفاؤل والتشاؤم بمصطلحات أخرى الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية بدلا من ينشر التفاؤل أو التشجيع يقولون ينشر الطاقة الإيجابية سأمل قليلا إلى الناحية اللغوية أرى أنه لا بأس هذا من التطور اللغوي في المجالات الحديثة ولا مشاحة في الاصطلاح هي أصلا مترجمة قد تقبل أيضا من باب الاستعارة أو المجاز نقول مثلا علاقته المكانية أو السببية على اعتبار أن هذه الطاقة الكهربية في الدماغ والأعصاب هي مكان وسبب للشعور والحس مع وجود القرينة المانعة هي أن جسد الإنسان لا ينشر كهربية مؤثرة والمجاز كما نعلم هو من أسباب تغير الدلالات مع كثرة الاستعمال ولكن لدينا مشكلة هي أن الذين يستخدمون هذه المصطلحات تمادوا فيها وأضافوا كلمات مثل أو تعبيرات عليك أن تحافظ على الشحنات الإيجابية وتفرغ السلبية والذبذبات والكهر مغناطيسية وكأن الشخص يعني غسالة ملابس أو جوال يتفائل ويتشائم بحسب الذبذبات والشحنات بل وتنتقل هذه الإشارات منه وإليه عبر الأثير وهؤلاء مع الأسف يظهرون في الفضائيات وفي الإعلام الرسمي ولهم دورات مثل البرمجة العصبية وكيف تكون ناجحا ولا تشرب الماء الميت وقطعة الأثاث لها دور أيضا إن وضعتها على يسار النافذة أو على يمين الباب يبيعون الأوهام للناس أكثرهم أنا سألت كثيرا من الأطباء وأجابوني أن هذا كله ليس من العلم في شيء لغة التفاؤل مطلوبة ولكن ليس تلك الخرافات والخزعبلات تنبيه آخر يجب أن لا يصل التفاؤل إلى درجة التصغير من شأن المهمات عن قصد أو عن غير قصد فهذا نوع من نشر الشائعات قد يصل إلى ذلك نتفائل بالخير ولكن لا ندهن البحر بطحينة كما يقول المثل الشعبي لا نخادع أنفسنا لا نقل سينتهي الوباء بتاريخ كذا أو بنهاية الشهر أو اكتشاف اللقاح هذا الآن كم كبير من رسائل الواتس أب سينتهي بتاريخ كذا واللقاح واللقاح هو سينتهي بإذن الله ولكن لا نحدد تواريخ لا طائلة منها بزعم إشاعات لغة وروح التفاؤل بين الناس أخيرا دكتور ذكرتنا بأبيات إليا أبي مار الشاعر اللبناني يقول يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتثلم والوجه أن يتحطم فاضحك فإن الشهبة تضحك والدجة متلاطم ولذا نحب الأنجمة في قصيدته المشهورة قال السماء كئبة وتجهمة شكرا شكرا للأستاذ وسيم على هذه المداخلة الجيدة جدا وكما قال تفاؤلوا بالخير تجدوا هذا قول وليس بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا ضعيف وأما ما ذكرته من الطاقة الإيجابية وهذه الاستعمالات فلا بس تقبل بلفظها وأما على المعنى التوسعي الذي ذكرته وانتقدته أيضا من وجه فهذا أيضا لا يتوسع فيه كما تفضلت وإن كنا نرى أن الروح تأنس بالروح وأن للروح أثرا على الروح الأخرى يعني الجليس له أثر على الجليس يجد هناك تواصلا بين بينه وبين الآخر هذا التواصل معنوي ولا نستطيع أن نفسره إلا بأنه اتصال بين الروحين ولهذا إذا جالس الإنسان ثقيلا حتى أعبر عن ذلك بأنه يجد الجانب الذي إلى جهة الثقيل ثقيلا فهناك تواصل بلا شك بين الروحين لكن ليس بالجزم الذي ييزم به أولئك ونكتفي بأن نقول هذا جملة لما نشاهده من الواقع فالإنسان نحن يأنس ولهذا قال ابن حازم وغيره إنما تأنس الروح بالروح ولهذا تجد العاشق المحب المتيم إذا مات صاحبه أو مات من يحبه من يعشق فإنه يكون أسرع الناس ربما يكون من أسرع الناس حملا له إلى المقبرة جسده انتهى لا قيمة له الآن بالنسبة له بل يكون ثقيلا عليه والروح قد خرجت وذهبت فبأي شيء يأنس شكرا على مداخلتك وعلى ما أضفته وما قلته وما ختمت به أيضا من أبيات مهيليا أبي ماضي وبارك لمداخل أخرى من الدكتور إبراهيم علي تفضل دكتور السلام عليكم شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز تحية عربية إسلامية رفعها إلى مقامكم السامي داعينا الله تبارك وتعالى أن تكونوا في أفضل حال وأتم صحة في مداخلة الأولى مع حضراتكم كبيرة هي سعادتي لحديث معكم مباشرة للمرة الأولى ومن ثم أردت أن تكون خفيفة رشيقة حدثنا حفظكم الله عن لغة التفاؤل فماذا عن لغة الابتسام ولماذا غابت عن وجهكم الكريم نعلم أن الأعباء كثيرة فأعنكم الله وحفظكم وأهلكم أمر آخر أنت قائم أنا 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 أردت أردت مزاحا مع حضرتك فضلت الدكتور أمر آخر إنجاز لي التعبير أو إنجاز لي الأمر وأراه يتصق مع ما ذكرتم سمعت من بعض جداتي يتحدثن ويقولن إن فلانا مات بالفرداوس والكلمة غريبة حقا وسألت أحدهن من فرداوس يا جدة قالت وسقت وجهها إنه الخبيث المرض الخبيث فاستنتجت أنه السرطان فهل لحضرتكم تفسير آخر غير ما استنتجته أحفظكم الله وأهلكم والسامعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا للدكتور إبراهيم علي جابر الدكتور إبراهيم من الأسرة المجمع يعد أيضا ومن الذين يقدمون دورات المجمع وهو دكتور لغوي من عروضي أما الابتسامة التي نوهت عنها فأنا في الحقيقة طبعا يعني أمتسم إذا سمعت أكثر مما لو تكلمت وربما يكون هذا من العيوب التي لا أخل منها وعيوب كثيرة ولكن يعني فيه موضة الآن أو عادة تواصل بها المخرجون والذين يلقون الكلمات المصورة يقولون ابتسم على طول وتكلف الابتسامة في الكلام ما أظن أنها محمودة في كل شيء وخاصة حتى يعني بعضهم عود نفسه على ذلك في كل كلام حتى إنه كان يتحدث عن فلان الذي قتل فلانا ويبتسم ونحن اللغويين نتكلم عن ضرب زيد وضرب عمر وفيه أشياء ومعارك فالابتسامة إذا جاءت في مكانها يكون حسن وكذلك إذا لاقى الإنسان إنسانا وتبسم لا شك أن هذا من الخلق الحسن ومما حث عليه الشرع أما التسمية المرض أو قول الجدة يعني بأنه بأن الذي أصاب فلانا هو الفردوس أو نحو ذلك فهذا من جيد الكلام إذا كان قد أصاب الهدف الذي أنت وصلت إليه وهو أنها سمت ذلك بهذا الإسم على أنه يعني باعتبار ما يقول إليه كما هو معروف في البلاغة على أنه شهيد لأنه مبطون يعني والمبطون هو من أصابه داء في بطنه أو في باطنه مثلا فيكون بذلك عند الله من الشهداء مع تسمية العرب للطاعون تسميته مباركا فسموه مباركا وهو طاعون على أن الإنسان يعني يبارك له في ولده أو في إذا كانت تسمية أيضا من مسم مسلم يبارك له في آخرات إلى آخره فهذا هذا من أحسن الكلمات الطيبة ولهذا لو تواطأ المختصون في المجمع أو في أي صرح من الصروح لتسمية هذا بدل المرض الخبيث بأن يسموه تسمية طيبة فيها فأل فهذا شيء حسن وهذا أمر خطر ببالي منذ زمن أن يسمى تسمى بعض الأمراض بأسماء حسنة فيها تفاول لأن حتى الناس الآن لا يريدون أن يذكروا فيسموه بهذا الاسم الذي هو أخبث من أشنع من كلمة سرطان فيقول المرض الخبيث وليس من المرض خبيث لو قالوا المرض الحميد يكون أحسن شكرا يا دكتور إبراهيم على هذه المداخلة ونلقاك قريبا إن شاء الله أستاذ دكتور ميمونة تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير والعافية حقيقة أنا لم أسعد بالاستماع بالاستمتاع بالجلسة كلها من أولها لكن يعني ابتدائني حق لأستاذنا الفاضل يعني قيم الشكر وطيب العرفان على هذا الحراك الإلمي الممتع أرد أن أعلق تعليق ربما يكون قد مر في تنايا الجلسة ولم أحظى بسماعه حقيقة من قيمة التفاؤل التي استشعرتها ومؤكد أنه استشعرها غير كثير التطبيقات التي أطلقتها الوزارة والدولة فيما يخص هذه الجائحة الألفاظ الموجودة في داخل التطبيقات وفي مسمياتها أيضا فيها روح التفاؤل مثلا توكلنا حين يفتح هذا التطبيق نجد قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون أيضا تطمن يعني العبارات فيها هدوء وفي أصوات الحروف أيضا هدوء مريح حتى تطبيق تطبيق تباعد رغم أنه التباعد غير محبوب لكن في هذه الظروف التباعد يعني بإذن الله وحول الله وقوته نوع من أنواع السلامة حقيقة أن هذا الأمر أشتغل عليه الآن في بحث أعده لدراسة الواقع اللغوي في داخل هذه التطبيقات أرد فقط أن أشير إلى هذه النقطة لأنه فعلا يظهر فيها روح التفاؤل جزاكم الله خيرا على هذا الاجتماع المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإضافة جميلة يا دكتور ميمونة وخاصة ما يتعلق بالإشارة إلى هاتين العبارتين نعم سبقت الإشارة من بعض المتداخلين في العبارات من حيث الجملة لكن التنصيص على هاتين العبارتين الجميلتين المسعدتين كانت تنصيصا يعني في محله وكان أيضا إضافة مهمة وملهمة توكلنا وتطمن وكذلك التبقى على ما ذكرته شكرا لك يا دكتور ميمونة الدكتور عبد المجيد إبراهيم تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله دكتور عبد المجيد إبراهيم من كيرلا الهند أهلا وسهلا في البداية استمتعت محاضرتكم القيمة وأعبر عن شكري وتقديري القائمين على هذه المحاضرة في هذه الأزمة الكبيرة وهذه المحاضرة حقا تشجعنا وتحفزنا ليتجاوز كل المطبات وكل الحواجز يعني نعتي لنا أو تعتي لنا التفاؤل والقوة علشان أنا أعبر شكري من جديد وأخطط كلامي مع السلامة بارك الله فيك شكرا يا دكتور عبد المجيد إبراهيم من كيرلا و بارك الله فيك وما وما قلته من كلام طيب ومؤكد أيضا هو يطمئننا أيضا ويؤيد ما نقوله وما قلناه ولعلك تتواصل مع المجمع يا دكتور عبد المجيد لما يظهر من حبك للغة العربية وللكلمة الطيبة أهلا وسهلا مداخل من أستاذ الشوقية محمد تفضل أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله في جهودك يا دكتور ونفعل الله بعلمك أنا عندي مداخلة بشأن بث لغة التفاؤل في هذا الوقت والأطفال لابد أن يكون للأسرة للمجتمعات الأسرية الوظيفية والآن مع فترة التعليم عن بعد لابد بث هذه الرسائل وهذه اللغة للأطفال لقد لاحظنا المجمع في فترة الأزمات وهو يشجع الطفولة على بث رسائله من خلال المصابقات ونثرهم للعلم والمعرفة وشاهدنا تفاعل جدا جدا رائع لهذه الفئة على العكس عندما يعيش الطفل في بيئة منعزلة خائفة قلقة لا يسمع من لغة التفاؤل ولا جزء قليل فهذا سيؤثر كثيرا على لغة أطفالنا فترة الأزمة يا دكتور بالتعاون مع مجمع اللغة عندما دربنا الأطفال على لغة الكتاب التعبيرية من شهر رمضان ولهذه الفترة لا قوة إلا بالله اجتمع لدينا أكثر من خمسين طفل يمثلون مرحلة التعليم العام كتاباتهم رائعة استطعنا أن نشجع في إخراج اللغة من خلال هذه الأزمة اللغة التفاعلية التي عاشوها مع أزمة كورونا وكانت إنتاجيتهم الكتابية جدا جدا رائعة وقريبا سيرى النور هذا الكتاب الجماعي المشترك للطفل المؤلف نحن بحاجة اليوم حتى مع عصر التقنية لابد أن نعزز لدى أطفالنا وأبنائنا التعبير بلغة كتابية حتى لا تسرقهم لغة التقنية ويضيع لديهم العديد من المفردات اللغوية هذه مداخلتي وبإذن الله نرى الجديد والجديد مع مجمع اللغة العربية شكرا شكرا للأستاذة الشوقية محمد الأنصالي وهي من أسرة المجمع أيضا يعني هي من هو إليه وهي مدربة أيضا وتعنى بجانب الطفولة ولها مملكة التأليف وفي الحقيقة لها جهد مشكور في هذا الجانب وهذا كله من يعود إلى ما يحمله الإنسان من هم نحو المجتمع ونحو هؤلاء الصغار ونحو اللغة العربية وهذا كله متوافر متضافر نعم الدكتور عمار طه أحمد تفضل دكتور السلام وعليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا الله لك أستاذنا الدكتور مبارك الله فيكم وفي مجمعكم المبارك وأحببت أن أشارك بكلمة بمداخلة في هذا العنوان الرائع في التفاؤل في لغة العرب أو في اللغة العربية عموما في مسألتين الأولى فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه المصدر الأعظم في التفاؤل فكلما زاد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وجدنا التفاؤل ظاهرا على لغة الفرد ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان متفائلا في كل شيء واستعمل اللغة حتى في النصر في معركة هواز عندما دع العباس رضي الله عنه رضي الله عنه ف يعني أمره أن يصوت بالناس وكان صيتا وصاح بالمؤمنين من من كان قد حدث له ما حدث فقال أين أصحاب الشجرة أين أصحاب صورة الباقرة فعاد القوم وفتح الله عليهم ومن هذا الكثير ما نجده في السنة المطهرة الذي أحب أن أنوه عليه لو ركزنا على مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلى الخطاب النبوي ومسألة التفاؤل وحقيقة التفاؤل لأن هناك فرق بين تفاؤل المؤمن وتفاؤل غير المؤمن فتفاؤل المؤمن حقيقة قاطعة هو متوكل على الله كلما وجدنا الإيمان زاد وجدنا التفاؤل كان حقيقة ظاهرة عنده فمسألة التفاؤل في السنة وقبل ذلك القرآن الكريم هو تفاؤل حقيقي واقعي والأمر الآخر الذي أحب أن أنوه عليه مشكورين على استماعكم هو الإعلام وقد تحدث الأساتيذ قبلي في هذا وما يتعلق بهناك فرق نجده ما بين خطاب وخطاب في خطاب أهل الإعلام مارك الله فيهم جميعا وأخذ بأيديهم إلى الخير هناك من يحسن توظيف الخطاب للناس وهناك مثلا من يعظم الأمر عليهم وكما جاء في الأثر من قال هلك الناس فهو أهلكهم ومن أهل الطب من قد سمعناه وقال لنا بأن رفع المعنويات هو رأس الأمر يعني أحد الأساتيذ من كبار الجراحين قال لي مرة كان يتحدث عن مرى هذا المرض الذي تحدثتم عنه وشكر الله لك في التعقيب فقال هذا مرض السرطان أعظم دوائل له هو رفع المعنويات قال أعظم شيء أن ترفع معنويات المليل أن تجعله متفائلا وكانت الوالدة شافها الله وشاف مرضانا جميعا قال أخذها وتحدثها بالحسن واجعلها تتفائل فحقيقة لغة التفائل هي لغة عظيمة نسأل الله أن يفتح عليكم وعلى هذا المجمع المبارك وشكر الله لكم الشيء التخصص يا دكتور عمار يا فعل مبارك الله فيك يا دكتور عمار طه أنا أظن شريعة الإسلامية أو في كتاب السنة ربما يكون ذلك أنا أعتقد من انقلابك من الكلام عن الإيمان بالله وهذا كيزة مهمة جدا والمتفائل المؤمن غير المتفائل الذي ليس من مؤمن وإن كان للتفاعل مطلقا له أثر بلا شك لكن ذلك أقوى وهو أقوى توكلا وكما ذكرنا أن التفاعل هو حسن ظن بالمولى سبحانه وتعالى ذكرتني أيضا بدراسة كنت قرات عنها أن المتفائلين المتفائلين وجدوا أن أعمارهم تزيد بنسبة ما بين سبع سنوات إلى عشر سنوات بسبب تفاؤلهم وهذا أمر لا شك فيه لأن التفاؤل ينعكس على الإنسان بالسرور والفراح والانبساط والسعادة وهذا يؤثر فيه إيجابيا بلا شك وذلك الذي لا يتفائل سيؤثر فيه الأمر سلبا فيحصل له ما يحصل له ونحن نعلم أن كثيرا من الأمراض سببها نفسي وهم أسبابها نفسية وتنعكس بعد ذلك على إما على القلون أو على ثم إلى الذهن ثم إلى الجسم فيحصل له ما يحصل له بعد ذلك ولهذا عند الأطباء أحد الأطباء الخبراء يقول لي في عندنا 75% تقريبا أسباب الأمراض معروفة في 25% لا ندري ما سببها سببها نفسي السبب هو النفسي وقد ضربت مثلا لأخوين الشقيقين أحدهما متفائل والآخر ليس متفائل وهذا يشكو يعني كثيرا من العلل التي في جسدي وهذا لا يشكو وسبب هذا الوهم وسبب هذا النشاط هو النفس الطموحة والسعادة التي يجدها فينا مداخل من أستاذ عبد الرحمن الشمراني تفضل رسالة عبد الرحمن جزيلا تسمعوني دكتور عبد العزيز نعم نعم أهلا أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثني على يعني شكر الزملائي على هذا الطرح المتميز ويعني يمكن لأول مرة أسمع مثله فجزاكم الله خيرا يا دكتور أريد أن أقول أنه قرأته مقالة باللغة الإنجليزية أو بحثا باللغة الإنجليزية يرى أن لدى العرب انفصاما في الشخصية لأنهم يسمون بالشيء وضده كأن يقول للذيغ يعني سليم وللأعمى بصير وكذا ففهموه على أن هذا فيه يعني انفصام في شخصية الإنسان العربي فأمنيتي أن يعني يترجم هذا البه وينشر باللغة الإنجليزية لأنه يكتب باللغة الإنجليزية أبحاث كثيرة عن اللغة العربية وعن النحو العربي فهذا التفسير تفسير جميل وفي تقديري أنه يرد على مثل هذا الطرح الذي يعني يسهل انتشاره في الثقافة الغربية عن الإنسان العربي شكرا دزيلان دكتور عبد العزيزية على تميز في الطرح وشكرا أيضا على تميز المداخلة هذه المداخلة الجيدة وحقا هناك ترجمات مغلوطة لسببها أفهام مغلوطة أيضا عن الدين أو عن العرب أو عن العادات أو عن الثقافة العربية فمثل هذا اتهم بالانفصام في الشخصية وليس كذلك ولكنهم وضعوا اللفظ الأصلي للمعنى الأصلي ثم بعد ذلك وضعوا ضده على سبيل التفاؤل وحتى لا يضيع المعنى الأول وضعوا وإلا كيف يتميز التفاؤل إلا بذكر ضده فتترجم تنبهت على مسألة الترجمة أيضا مع الرد عليهم أو التنبيه على أن هذا ليس بصحيح وشكر الله لك طيب الأستاذ إسماعيل محمد السيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله دكتور عبدالعزيز وبركات الله في جهودكم الطيبة ونستفدنا منكم كثيرا خلال المراحل السابقة جزيكم الله خيرا من خلال الموضوعات التي طرحت الآن تذكرت شيئا وهو من التفاؤل أيضا فضل الله تعالى حيث أن أنني أصبت بهذا الفيروس في بدايتي في شهر رمضان وكانوا يقتصرون علي من الصحة وكثيرا كانوا يقولون لي هل تريد مرشد نفسي ففي مرة من المرات التي اتصلوا فيها قلت للمسؤول الموظف الذي اتصل قلت له بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أنتم لو تريدون مرشدا نفسيا فيه هذا الفيروس يطمئن الناس أعطوهم رقمي وأبشروا بإذن الله سبحانه وتعالى وطبعا ولم لا والقرآن الكريم كله يعني يتحدث عن التفاؤل ومثلا في قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فسبحان الله في مرة من المرات كان عندي أزمة شديدة ومشكلة كبيرة وكنت أقرأ في تفسير هذه الآية كثيرا ودائما إذا أردت أن أقرأ في تفسير القرآن في شيء معين أقرأ في الغالب من خمس تفسير فرمى فوق لنفس الآية حتى أفهم منها من أوجه متعددة فوجدت تفسير الإمام القرطبي رحمه الله وتعالى أثناء تفسيري لهذه الآية فسره ببيتين بقوله رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه خفي المحبوب منه وبدى المكرور فيه سبحان الله فكان هذين البيتين في أثناء سياق تفسير الآية كانوا عونا لي كبيرا جدا بعد الآية طبعا الآية أولا في تجاوز أزمات كثيرة وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى في حل المشاكل الزوجية وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني هذا حل سحري حتى لعلاج المشاكل بين الزوجين وهو التفاؤل أنت لا تدري قد تكون هذه الزوجة التي لا تريدها أو قد يكون هذه الزوجة الذي لا تريدينه قد يكون هو الخير لكن اصبروا وتفاؤلوا وتعاملوا بما أنزر الله سبحانه وتعالى فهذه المدخلة أحببت أن أشارك بها عسى أن يكون فيها خيرا إن شاء الله في مصر ولا هنا دكتور إسماعيل لا أنا أنا معلم لغة عربية عادي معلم قرآن في الحرم النبوي الشريف ومعلم لغة عربية بمدرسة أهلية يعني كان يتحدثون بك من هنا لا من هنا من هنا من المدينة أنا في المدينة النبوية نعم نعم هذا ما يرسل شكرا الله يبركي شكرا للدكتور إسماعيل محمد السيد واسمه ليس بخفي عليه لأنه ممن يشارك المجمع ويسأل أظن أو يشارك بمشاركات متعددة وطهور ولا باس عليك وأجر وعافية والحمد لله على ما وصبت به وأيضا نشكر الله على الشفاء وعلى هذه الروح الطيبة والتي انطلقت من قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والآية التي في سورة نساء هي فعسى أظنه ليست وعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذه لا يلولى جاءت في الشداعد وفي البأس وفي الصبر وفي نحو ذلك فجاءت في هذا السياق وهذه جاءت أيضا في المشكلات الأسرية خاصة ما يكون بين الزوج والزوجة وفعلا من تأمل الآيات القرآن سوف يجد الحل لجميع مشكلاته الاجتماعية والاتصادية والدنياوية والأخروية بارك الله فيك شكرا لك دكتور إسماعيل دكتور نختم بسؤال من الأستاذ ما تقول متى يكون التفاؤل سذاجة التفاؤل يكون سذاجة حينما يتفاؤل الإنسان ولا يفعل الأسباب أو يعني لا يتقي الأسباب التي قد تؤذيه أو لا توصله إلى ما يتفاؤل فيه التفاؤل من حيث هو هو محمود جدا ولكن لا بد أن يكون الإنسان إن كان يتفاؤل بخير وليس هناك موانع ومحبطات يراها أمامه أن يعمل وأن يسعى للتحقيق هذا التفاؤل أما أن يتفاؤل ويمكث في بيته فقط فلا وكذلك إذا كان يتفاؤل هو في ضنك أو في مشكلة أو نحو ذلك ولكنه يتفاؤل بأن تحل هذه المشكلة عليه أيضا أن يفعل الأسباب لأن ترك الأسباب سفة باب التي أيضا تتقيه وإن كان الأمر يحتاج إلى شيء من الحذر والوقاية فليتتقي كما فعلنا نحن يا جماعة هذه الأزمة التي مرت بنا أو هذه الجائحة يعني من فوائدها العظيمة أنها علمتنا وثقفتنا في هذا المجال وعلمتنا الحذر والاحتياط والأخذ بالأسباب أيضا والتوكل على الواحد الوهاب كل ذلك تطبيقا وعملا وهذا معنى قولهم يعني أنه ليس هناك شر محض ما من شيء إلا وفيه خير كامل حتى لو كان نتعلمها وفي أعجبتني خطبة الشيخ صالح من الحميد في يوم العيد عيد رمضان وكانت عن الدروس التي يمكن أن تستفاد من هذه الجائحة وهي مطموعة أيضا طبعت هذه الخطبة أيضا للمضامين التي اجتملت عليها وكانت خطبة جيدة جدا أنا أظن أن هذه آخر مداخلة أنا ما عندي مشكلة إذا كان في أحد عنده مداخلة من الدكتور إنصاف ألا حتى لنا دكتور إنصاف وخاري تفضل دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا لا أعرف أن الصوت لا يصل كنت أتحدث من قبل نعم نعم ما وصل الآن وصل حياكم الله دكتور السلام عليكم ورحمة الله جميعا موضوع موفق تحية لأستاذنا ولمجمعنا هذا مداخلتي تعقيبا على ما ذكرتم وما فضلتم به وعلى مداخلة دكتور عمار الذي تحدث عن التفاؤل في الكتاب والسنة غالبا الأداب غير العربية حرصت على أن ينتهي جنسها الأدبي ولسيما الدرامي من قصص ورواية ومسرحية بكآبة شديدة وبنهاية المحزنة للبطل رغبة في الوصول بالمتلقي إلى ما يسمى بتطهير بينما الإسلام عني بإشراق النهايات وابتعد بالنص الأدبي عن اليأس والحزن لا سيما ذلك الممضة الذي قد يقتل صاحبك وهذا نهج قرآني قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فالقرآن لا يمكن أن يتركنا مع الأسى المفهوم من استيأس رغم معاناة جميع الأنبياء التي نعرفها فيتركنا كما في قصصهم وكما في الآية السابقة مع إشراقة النهاية ومع إشعاع النصر وبهجته وتفاؤله ويتبع هذا كثير في المنهج القرآني منه قوله تعالى ولا تيأس من روح الله ومنه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بل ويندد المنهج القرآني ويعتب على المؤمن الذي يستسلم لليأس من ذلك قوله تعالى ولن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إلى آخر الآية وإذا مسه الشر كان يؤوس إلى آخره من الآيات فيها تنديد على المؤمن الذي يستسلم لليأس ويركن إليه وفي هذه الآيات أيضا دعوة بنية إلى التفاؤل الدائم وهذا الأولى بالمسلم محاضرة موفقة موضوع قيم تحية إكبار وإجلال لكم خاصة سعادة البروف أستاذ عبد العزيز على هذه الهمة التي تستحق أن تكون قدوة ومثال لن يحتذا أقول هنيئا لنا بهذا المجمع الذي تزهو به أم القرى كما يزهو بكونه قد صار علما فيها وعليها وكم حبانا وأورثنا نحن المعنيين بالعربية تفاؤلا بوركتم أستاذنا وشكر الله لكم ما قدمتم وتقدموني هذا المجمع وما يقدم المجمع للأمة العربية شكر الله لكم السلام عليكم شكرا لإتاحة المداخل للي رجل الله لك الدكتورة إنصاف معروفة بالعلم والبحث والأدب وهذا التعقيب بليل على العناية أيضا وعمق التخصص ومن الجيد ما أشرت إليه يا دكتورة إنصاف المقارنة بين النهايات التي تكون في المسارح والدراما وأسلوب هذا أسلوب القرآن يمحث عن الخاتمة الحسنة والمسلمون بثقافتهم وطبيعتهم يسألون دائما حسن الختام ويعلمهم القرآن هذا أيضا ويعيدهم ويقول لهم والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يجعل عاقبتنا خيرا وأن يرزقنا الكلمة الطيبة والقول الحسن ولعله من الجميل أن نختم أيضا بهذه المداخلة الطيبة المتعلقة بالخاتمة الحسنة وبالعاقبة الجميلة ونعتذر لمن أراد أن يداخل ولكن لم يتمكن لكن المجال واسع فنحن في كل سبت من السبوت نلتقي سواء معي أو مع أحد من الزملاء والأمر بين يديكم وفي الحقيقة لا أعذر أو لا نعذر لا نتكلم بلساركم جميعا من يستطيع أن يؤدي خدمة للغة من خلال هذا المنبر الذي نحن فتحناه على مصارعه أو فتحنا بابه على مصراعيه ولا يقدم المجال متاح لكل أحد حتى من أراد منكم أن يقدم محاضرة أو أن يقدم مداخلة أو أن يقدم مشاركة من خلال جميع القنوات الموجودة في المجمع من خلال الممتدى أو القناة المرئية أو الصفحات الاجتماعية أو من خلال كتاب أو من بحث في مجلته العلمية أو محاضرة في هذا اللقاء المفتوح أو مشاركة بدورة أو نحو ذلك المجمع واسع الصدر في هذا ويفتح أبوابه للجميع بلا استثناء بشرطة أن يقدم ما يفيد وبرك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وسنلتقي بإذن الله تعالى وإن كانت الأجسام على افتراد فالقلوب على تلاق جمعنا الله جميعا على خير وبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم